نعم، توجد أكثر من 700 حالة مصابة بفيروس الكبد الوبائي بي حالياً في سوريا بحسب إحصاءات المختصين بشأن الطبي حيث يحذر الأطباء أن العدد مرشح لزيادة إن لم يتم احتوى الوباء الآخذ في الانتشار في عموم المناطق السورية نعم هاني، وذلك بسبب ندرة اللقاحات المضادة ونقص المستلزمات الطبية خصوصاً في المناطق المحاصرة والخاضعة لسيطرة الثوار للحديث أكثر عن هذا الموضوع بيساعدنا نصى ضيفة خصائص الصحة العامة الدكتور يشام الداري صباح الخير صباح خير، بخير دكتور، كس حتك، إن شاء الله بخير الله خليك تسلم أفوان دكتور، مثل ما ذكرنا أنه كان هذا المرض ينتشر بالداخل السوري خاصةً في المناطق المحاصرة نتيجة عدم دخول المساعدات الطبية كيف الوضع اليوم على حسب معلوماتك؟ الآن التهاب الكبد الوبائي طبعاً هو من الأمراض التي تنتقل مثل ما حكينا بعدة حلقات عن طريق العدوى عن طريق التجمعات الكثيفة وحالياً يعني الآن حكينا الحوار الماضي، الأسبوع الفائت أنه إحنا في عنا لقاحات، لقاحات ممكن تعطيني نسبة لقاية جداً وحماية عالية للأطفال لقاح الكبد هو واحد من اللقاحين اللي ممكن نعطينه خلال 12 ساعة الأولى من الحياة اللي بيعطيني نسبة حماية عالية وتمنيع للطفل للأسف الآن كمان حكينا هالأسبوع الماضي أنه لقاحات ما فيه يعني بالداخل السوري في مناطق كثيرة ما فيها لقاحات وما عم بيشملهم للأطفال فبالتالي هذول صاروا معرضين، الشيء الثاني التهاب الكبد هو فيروسي التهاب كبد فيروسي بيصيب الكبد فبالتالي يعني إذن هو فيروس عم بنتقل عن طريق عدوى العدوى بالتهابات الكبد هي بتجي أيضاً عن طريق التعامل مع أدوات شخص مصاب هلأ ممكن إحنا كتير أشخاص يحملوا الفيروس لكن ما يصابوا بالمرض يعني تقريباً أكتر من 20% إحنا ما بيصابوا بالمرض وما تظهر عليهم أعراض المرض لكن هنين حاملين للفيروس بالأرقام اللي حضرتكم حكيتوها أنتوا الآن مصابين نتيجة عدوى عدوى من تجمعات كلياتهم متجمعين بأجواء غير صحية عم بيستعملوا نفس الأدوات هاي ممكن تعمل لي إصابة للأسف بالفعل هو التهاب الكبد من الأمراض اللي إحنا لازم كتير يعني بدها تحاليل مخبرية بدها أطباء يفحصوا بدها أجهزة يفحص فيها فبالتالي إحنا في كتير أشخاص عم بيكونوا حاملين ومصابين يعني ما عم بيقدروا يكتشفوا المرض إلا لما بيوصل الطفل لحالة أو البالغ تحديداً هو الأخطر لحالة إصفرار الجلد بشكل كبير لحتى نعرف أنه هون كان في عندي عدوى لهيك نرجع دكتور للأعراض اللي ممكن تحصل حتى يعرف الشخص أنه مصاب كيف ممكن يعرف أنت قلت إصفرار الجلد اللي هي ممكن أسوأ آخر آخر مرحلة أو أحد لا لا مو آخر مرحلة لا هي أحد العراض لكن بيكون يعني مصاب مصاب وواضح وبيكون أول هو عرض بيصير هو الإنهاك الإعياء يعني بتلاقوا المريض دائماً كتير مريض مشتد عليه المرض مثل حالات الزكام عفكرة يعني بيكون عندنا إقياءات وغثيانات كتير بيتغير لون البول للون غامق بشكل بيصير عندي آلام بطنية وهي هي يعني بيكون مشخصة بس أنت بتعرف الأصار إحنا عندنا اللي بيعتبروا حالهم عندهم وعي طبي عالي هي عن نتيجة التفاعل مع النيت فبيجي بيقول لك واحد بطني عم بيجانب هجيها بيحط إيده بالمكان الصحيح مطرح ما ممكن إحنا لازم نفحص فبيقول له والله يروح يشرب لك كولاية مثلاً هاي غازات يعني بيسكنوا أو بيضيعونا بيضيعوا الأطباء حتى ما بيوصل المريض بالحالة باللحظة أو بالوقت اللي لازم يوصل فيه عند الطبيب فبالتالي هو في عندي آلام بطنية بالزاوية اليمنى العلوية من البطن اليمنى بالنسبة للشخص نفسه يعني هي مكان تواجد الكبد هاي الحالات هي الأعراض كلياتها بدلني أنه أنا لازم أتوجه روح أفحص عن طبيب الطبيب ممكن بعدين يطلب لي صورة التراساون ممكن يطلب لي التحاليل المخبرية لأنه أنا التهاب الكبد الفيروسي فيه له 7-8 أنواع أثناء يعني الشغلة الكتير يعني من نتفاعل معها اللي هو الالتهاب الكبد A الالتهاب الكبد B والالتهاب الكبد C وكل واحد له فحوصات وكل واحد له طرق انتقال يعني للعدوى وكل واحد له طرق في العلاج يعني بيختلفوا يعني بيختلفوا بشكل نوعي نعم هو هاني بس تعديق صغير دكتور نحنا اللي عم اللي عم نحكي عنه أكتر شيء انتشاره بالمناطق حالياً اللي هو البي بي شو نحكي عن البي إنخصص أكتر شيء البي هلأ شو فيه أول شغلة خلينا نحكي يوم بالتدريج هلأ الـ A هو اللي غالباً ما بيحتاج لحتى العلاج الـ A ممكن إحنا والـ B بي شابه بالأمر هلأ التهاب الكبد A بنتقل مثل ما حكينا بـ خلينا نقول اسمه التهاب الكبد المعدي إنه فيه في عدوة A هاي يعني اللي هو أبسطها وهذا ما بحتاج بيعني معظم حتى العلاج هذا ممكن إحنا عن طريق تغيير النمط الغذائي تحويله من شيء ناقص في الدهون يعني نخفض نسبة الدهون نرفع نسبة السكريات ممكن إحنا يعني نحسن أو نسرع من الشفاء هذا اللي نعرف باسم الـ يرقان الـ يرقان إنا الـ التهاب الكبد بي أو إحنا اللي نسميه المصلي هذا طرق انتشاره مشابهة تماماً لطرق عدوة الـ Aids اللي هو المصول الدموية الممارسات الجنسية الخاطئة في معظم الأحيان هاي كلياتها بدها يعني بده مصل فيه مصل لازم هو اللي ينتقل من شخص إلى شخص فبالتالي طريقة العدوة يعني طريقة الدم طريقة العدوة اللي حتكون أو حتى مو بس الدم اللعاب ممكن يساوي لها المشكلة نفسها يعني مفرزات الجنسية نفس الشي ممكن اختلاطها هذا الأمر اسمه يعني منسميه بفترة سموه حتى من نظم الصحة العالمية قالوا التهاب الكبد المصلي هذا اللي بصراحة يعني سيء انه هون احنا لازم فوراً ندخل الاستقصاءات المخبرية لانه احنا اذا ما اكتشفنا انه شو نوعه وشلون لازم يكون طريقة علاجه فانا امام تشمع كبد تليف كبد وممكن كمان يصاب المريض في مرحلة متقدمة من اورام الكبد نعم نعم والسي السي هو اخطر هون يعني حتى انت يلاحظ الأطباء اذا بيعفوا انه هذا المريض يعني مصاب بالتهاب كبد سي حتى هنهم بيتجنبوا انه يعالجوه لانه اي وخزة ابرة بالغلط وعفكرة بتصير بعياداتنا بشكل يعني لا تتوقعوا انه احنا عم نحكي بشيء من الندرة انه والله ممكن احنا عم نضرب اي مريض ابرة ما تدخل ابرة بيدنا عن طريق الغلط يعني احيانا انا خطرة ضربت ابرة لمريض فمن قلمه او من ردة فعله ردة فعله شال ابرة لما شالها راحت ايجت بيدي فتصور هذا لو مثلا مصاب بكبد سي عفوا هذا ممكن ينقل لي فورا فبتغادوا عن معالجته يعني بيتهربوا من معالجته بيكون طبعا معظم الاطباء يعني بيقولوا لك مريض واجه لكن بالحالات الانحام انا بتوخي الحذر انا ممكن اتوخي الحذر طب يعني هذول يعني الكبد سي لما له علاج او طبعا هل اشوف المراحل متقدمة الكبد سي علاجه مكلف بشكل بتصور خيالي شو يعني حتى ما بتتخيل انت الرقم يعني قده ممكن يصل يعني شهريا ممكن يوصل بحدود من 10 الى 15 الف دولار شهريا شهريا الله يبعدنا عنه الله يبعدنا عنه المرحلة التانية اللي بعدها زراعة كبد لانه احنا الكبد يعني متخرب الخلايا الكبدية متموتة طب اديه منتشب هذولا بالكبد سي والكبد بي هلا الكبد بي هو الاكتر انتشار يعني فيه نسب عالية جدا جدا وارقام مخيفة في العالم يعني من انتشاره نعم بس متل ما انت شايف انه كل بلد يعني حاضنة الحالات اللي عندها وعم بتعالجون نعم وفيه لون علاج يعني وكان يعني بوزارة الصحة بسوريا في ما قبل السورة يعني كانت مسيطرة تماما على الموضوع كل بلد بيسيطروا علي لكن رقم مخيف انت عم تحكي مساء مية وعشرين مليون حالة بالعالم اه طبعا دكتور نحنا عم نحكي عن نقص كتير كبير بالمستلزمات الطبية بالمساعدات وبتوفر العلاجات بالداخل السوري لكن نحنا ممكن نذكر شوي الطب البديل هل له دور فعال بهل مرض او بالمرة مثل ما حكيت لحضرتك انه احنا بالاساس المعالجة يعني هي اقل من غيرها بامرات تانية بالنسبة للالتهاب الكبد فعم نلجأ للامور يعني المعوضات الغذائية والمتممات الغذائية فهذا الامر ممكن يعني يدخل عن هالطريق اما اذا بتقصدي شيء اخر لا انا يعني بتصور انه الفيروس وجد الفيروس وجد والمكافحة بتكون عن طريق يعني نوعي ومثل ما ذكرت يعني ما لحيكون في شيء بديل عن هالرقم هذا شو بده يعوض يعني لكن في اشياء ممكن تساعد تخفف الاعراض اما الفيروس انوجد والفيروس هو عم بيقتل شو هي الاشياء ممكن تساعد انتعلي محاله يمكن نساعد احنا بس الخفف احنا اهم شغلة بس مجرد ما بلش ينزلي من الدهون ويرفع من السكريات الاعراض بتبلش تختفي هي اساسا فترات الحضانة فترات الحضانة للمرض يعني متفاوتة يعني لما بيظهر على بالغ بالغ ما بدنا نقول طفل لما بيظهر على بالغ المرض من اصفرار واعراض ونكتشفه عن طريق صورة ايكو او اي شيء تاني بكون انتهى فترة الانتقال العدوى هو نقل العدوى فيما قبل ظهور المرض نعم يعني هاي الفكرة احنا موضوع انه ظهر المرض وتشخص ونكون احنا عم نساوي اشياء تلطيفية منسمية بالطب ما عم نعطي اشياء علاجية لحظتها لانه هو الفيروس اجا وارتخى وقعد وخرب وقتل خلايا كبدية وما يعني انتهى دوره انا الان هو عم بيغادر لما انا اكتشفته هو عم بيغادر فانا بيصفى انا بس بدي يخلي الاعراض تكون ألطف على المريض بس مو اكتر من هيك نعم واللي لاحظي انت اي اذا بتكتروح تزوري اي زميلة اليك او صديقة اذا بتعرفي او بس تدخلي عندها لقيت انت العيون هي اكتر شيء العيون انه بتكون واضحة انه بياض بيصير اصفر 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 انت بتصيري غير راغبة بالجلوس يعني خلاص انت صار بي اول عارض بيطلع يعني فورا غير اوجاع البطن الاعياء 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 اول عين يعني اللي بيستدعي انك تروح للطبيب مو اي انه والله شوي مكسل بعد ساعة لا هذا اول شي بيظهر الحرارة مثلا بالالتهاب الكبد بيه بيسي ممكن يظهر عندي يتورموا الاطراف مراحل متقدمة انا عم بحكي لك وفترة يعني مثلا هاي الفترات ظهور الاعراض فترة الحضانة بتكون كمان الها وقت فترة طويلة طبعا هلا يعني اقل شي اقل فترة للحضانة هي الكبد اي يعني من 15 ل 30 يوم طب والبي اكتر البي بيجي بحدود تقريبا 60 يوم فترة الحضانة ليش قلتلك لما بيظهر انا بيكون فترة العدوى انتهت لانه هي فترة طويلة الحضانة فترة الحضانة هي فترة اللي بيقدر ينقل فيها الشخص العدوى ممكن ناس يعني يحملوا الفيروس يصابوا بعدوى وياخدوا الفيروس بس ما يصابوا بالمرض ما تظهر عليهم علامات المرض ولا يصفروا ولا يصابوا باعياء ووهن طب يعني دكتور نحنا اذا الطب البديل اللي كان مقصود فيه هو الاعشاب الخضار مثل هيك شغلات قلنا نحنا هي بس بتلطف ما او بتخفف ممكن من الاعراض لكن ما بتعالج نهائي لا علاج لا لا هو واحد من الاصابة فيهم الالتهاب الفيروس هو مثلا الخضار غير غير المغسول مغسولة بمياه ملوسة بالفيروس او خضروات غير مقشرة لانه هي اصيب يعني احنا غسلناها بمياه غير يعني بمياه ملوسة ما اشرناها فبالتالي تمت الاشرة معها تمت موجودة فهي لا احنا منحث على تناول يعني الخضار والاطعمة المطبوخة لانه هي بتقتل الفيروس اكيد اكيد دكتور نعم طيب دكتور ارشاداتك للداخل السودية نفس كل الامراض الوبائية انا حابب بقول لك شغلك احنا هاي رسالة للجميع احنا الشي اللي عم نساوي بها البرامج بها السلسلة البرامج احنا نوع من ارشادات وقائية يعني لما نقول احنا بالتجمعات عدم استخدام يعني الادوات المشتركة شخص شفناه مريض او في عنده يعني بس زكام خلينا نقول ماشي ما نستخدم المنشفة تبعه المعلقة تبعه هاي كل اياتها ممكن مو بس تنقلي الانفلونزا وممكن تنقل مثل ما حكينا السل ممكن تنقل الالتهاب الكبد يعني قلتلك هو بمفرزات اللعاب موجود بالمفرزات الجنسية موجود فلذلك احنا لازم نكون اوعى هالسلسلة البرامج هاي وسلسلة الامراض اللي عم نستعرضها وهالارقام المخيفة اللي عم تطلع عنا هلأ يوميا يعني عم بيطلع ارقام جدا شديدة علينا فاحنا بنقدر نقطع هالارقام وسلسلة تطورها بشوية وعي صحي المريض احنا منروح منزوره لكن تكون زيارة جدا لطيفة بحيث انه لناخد عدوى لنستخدم ادوات عندهم ما ضروري نتناول شيء خارج بيتنا ما لنعرفاني انه شلوم مطبوخ هاي كل ياتها وخصوصا للي بالداخل السوري اكيد دكتور اكيد نحن نتشكرك كتير دكتور هشام عوجودك معنا اليوم واهلا وسهلا فيك شكرا شكرا لألكتور